بصورة بترد الفنانة الكويتية الهام الفضالة على شائعة طلقها من جزها شهاب جوهر والصورة دي نزلتها على موقع انستجرام وطبعا ده كان رد على موضوع طلقها من جزها ويه تعالوا نشوف ايه اللي حصل بالزبط وكانت بتقول ايه الشائعة دي ومن انطانيا من تركيا بتصور الصورة مع جزها وبتنزلها على انستجرام وبترد بيها على كل اللي قالوا ان هم منفصلين تعالوا نقولي الاشاعات قالت ايه ورد الهام وشهاب عليها الفيديو النهاردة حنتكلم فيه عن حقيقة انفصال الهام الفضالة وشهاب الجوهر وازاي الفنانين نفوا الخبر ده اثار غياب النجم شهاب جوهر عن سناب زوجته الفنانة الكويتية الهام الفضالة ضجة بين اوساط المتابعين ليهم لانهم كانوا فاكرين ان هم ممكن يكونوا انفصلوا بهدوء وبسرية تمة بعد سنة واحدة بس من الجواز الى ان النجمين اكدوا عدم صحة الخبر وان العلاقة بينهم طيبة وكويسة وتساءل محيب الفضالة وجوهر عن اسباب غياب جوهر عن فيديوهات الهام وده من خلال رسائلهم اللي بيرسلوها لها عبر الخاص وده اللي دفعها للخروج وتوضيح اسباب عدم ظهور جوهر معاها خلال الفترة الماضية وردت وقالت خلال فيديو قصير ان العلاقة بينهم طيبة جدا والعلاقة اللي بتجمعها بجزهة مفيش اي حاجة وحشة فيها وقالت يا كثرة تعليقات تسأل وين شهاب؟ فيكم شيء؟ بينكم شيء؟ الله لا يقول ما بيني الا كل خير بس تدرون عندي عمل لاهية فيه وشهاب لاهي في عمله امس دخل التصوير وكل واحد فينا لاهي بطريقته بدوره نفى الممثل الكويتي الشهير شهاب جوهر اخبار انفصاله عن زوجته واشار الى امكانية تعاونه مع الاخيرة في عمل جديد يعني اذا توفر نص متقن وكويس تبهانة ردود فعل النشاطاء على تصريحات الثناء الكويتي وانصبت في معظمها ضده المتابعين شاككوا في صحة الجدل الدائر والاسئلة اللي طالت علاقات الفضالة وجوهر اتهموهم ان هما بيعملوا كده وبيتصنعوا وبيتدعوا على الصعيد الفني لكن تحفز كل من الهام الفضالة وشهاب جوهر على تفاصيل اعمالهم الجديدة وما كشفوش عن طبيعة الاعمال دي والفئات اللي بتندرك تحتها وكان اخر عمل ليهم امينة حافي الجزء التاني وكمان مساسل حبتي اللي خاضوا برفقتهم مع بعض البطولة لكن هما دلوقتي منشغلين في مساسلين بس كل واحد منهم مش هيبقى مع التاني يعني كل واحد منهم هيبقى مع ناس تانيين ونجوم تانيين انا ممكن اقول لكم برضو على اسم المساسلات اللي هما شغالين فيها دلوقتي يعني الهام الفضالة شغالة دلوقتي في مساسل نفس الحنين وقصته بالدور حول اصدقاء بيتجمع كلهم في مكان كانوا في زمان الدنيا بتجمعهم في نفس المكان علشان يسترجعوا ذكرياتهم فيه البطولة معظمها من النساء يعني بطولة نسائية اما بالنسبة لشهاب جوهر فبيقوم بطولة مسلسل اسمه جنات المسلسل ده جديد وحتبقى معاها النجمة هيبت دوري والمسلسل دلوقتي قائد التصوير يعني بصوروا فيه لسه وكمان مسلسل نفس الحنين لكن في الفيديو ده بنقول لكل الناس ان الهام الفضالة وشهاب جوهر كويسين مع بعض نمو باباقوش يعملوا فيديوهات سوا علشان خطر انشغالهم بالاعمال اللي بيصوروها دلوقتي وان شاء الله منتظرين خروج الاعمال دي للنور ومستنين مسلسلات ومستنين كل جديد وبنتمنى كمان مسلسل يجمع النجميل مع بعض لاننا حبناهم سوا الفيديو بيخلص ويا رب يكون نالي اعجابكم اشتركوا على خير في فيديو تاني ما تشتركوا في اللايك واشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد باي باي اشتركوا في القناة